استهدفت ميليشيات الحوث المدعومة من إيران منازل المواطنين الأهلة بالسكان في منطقة المشاريح شمال غرب منطقة حجر بمحافظة الضالع وقالت مصادر محلية أن ميليشيات الحوث الإرهابية شنت قصفا عشوائيا على المناطق السكنية بمختلف أنواع الأسلحة مشيرة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة بالممتلكات يأتي ذلك ضمن مسلسل لاستهداف ميليشيات الحوث الإجرامية المستمر ضد المدنيين الآمنين في سلوك وحشي يؤكد مدى فداحة المخطط الإجرامي لهذه الميليشيات الإرهابية